موسيقى الرئيس السيسي وجهه بتوفير كافة الموارد المالية لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى لاستضافة قمة المناخ كوب 27 تنفيذ لتوجهات رئيس السيسي وصول أطلب المصريين العائدين من أوكرانيا عبر بولندا إلى أرض الوطن زيلينيسكي يؤكد مواصلة القتال دفاعا عن البلاد والدفاع الروسي تعلن وقفا لإطلاق النار لإجلاء المدنيين شرق أوكرانيا الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى وذلك لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 شهر نوفمبر القادم على نحو يعكس مكانة مصر سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الشق الفني فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة أعمال اللجنة الوزرية العليا للإعداد للصدفة مصر للقمة حيث وجه السيد رئيس بزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبعي والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللجنة الوزرية عرضت أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة والنتائج المرجوة منها وكذا التنصيق الجاري في هذا الإطار مع رئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية والمتمثلة في الانتقال بأعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ والدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ في أهم محفل متخصص للأمم المتحدة كما تم عرض مستجدات التنصيق مع سكرتارية الأمم المتحدة بشأن الإجراءات والتفاصيل اللوجستية والتنظيمية لتوفير مختلف الخدمات للمشاركين فضلا عن خطوات استغلال المؤتمر للترويج السياحي والاقتصادي لمصر بالإضافة إلى استعراض الشق الفني الخاص بالتعامل مع شركاء الدوليين وحجد التمويل إلى جانب الشق المالي والتصور المبدئي للموازنة ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمر زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار دكتور عمر بعد التحية جهود مستمرة وحثيثة ومتابعة لحظة بلحظة الاستعدادات استضافة مصر لقمة كوب 27 المقررة في نهاية هذا العام كيف ترى هذه الترتيبات الخاصة من قبل الدولة المصرية بسم الله الرحمن الرحيم يشرفني وجودي مع سيادتك والسيادة المشاهدين أننا نحب نوضح جدا أن هذا المؤتمر حضرتك اللي هو مؤتمر الأطراف إن شاء الله اللي هو حيؤقت في شرم الشيخ بشأن تغيره المناخ ده في غاية الأهمية بالنسبة لمصر وليه أولوية قصة جدا ومعظم كل الوزرات في مصر شغالة في هذا الموضوع وكله بيحضر لنجاح هذا المؤتمر في كافة المحاول جايب حضرتك تعالى من فخامة الرئيس ابتدى لحضور المؤتمرات في هذا العام بحضوره في مدينة برست من 9 إلى 11 فبراير السنة ببناء على دعوة الرئيس الفرنسي في الاتحاد الأوروبي للتنصيق والاستعداد كبداية أحدا الاستعدادات للمؤتمر اللي حيؤقت إن شاء الله في شرم الشيخ لأن المحاور في مصر لازم تكون رائدة في هذا المؤتمر وتكون لها رؤية ولازم تعرض رؤية معينة لتوضيح مواضيع مختلفة بالنساء الحد من رفع درجات الحرارة وتغير المناخ اللي سام فيه الدور الصناعية الثاني حاجة بالنسبة للمواضيع التلوث ثالث حاجة بالنسبة للنتائج النقل إن إحنا مصر عندها قناة سويس وبتمر بها التجارة قناة سويس وده شيء مهم جدا يجب التنصيق عليه على أساس إن البحر المتوسط حضرتك زي ما أنت هارك تعرف بيمر فيها ممكن أستاذ المشاهدين حوالي 220 ألف سفينة تجارية وبيحملوا أكثر من 100 مليون طن بيمروا من البحر المتوسط في قناة سويس يعني أيضا شواغل القرى الإفريقية سوف تحملها مصر معها في أجندة هذه القمة برأيك ما هي الإضافة التي ستحظى بها مصر باستضافة هذه القمة وأهم الموضوعات المقرر مناقشتها على طاولة هذه القمة المرتقبة نهاية العام الأهم نقطة أن الأضرار وخاصة الأضرار اللي لاحقت بالدول اللي هي لم تشارك في هذا التأثير يعني ارتفاع التغير المناخي هو نتيجة ارتفاع تطور الصناعة الرهيب اللي أدى لإنبعاثات الكربول وده أدى لإرتفاع درجات الحرارة وده أدى بنتيجة نيجاتيب على دول لم تشارك في ذلك يعني الدول الصناعية أقولهم صين وأمريكا والاتحاد الأوروبي هما شاركوا في هذه المشكلة اللي يعاني منها العالم النهاردة لو تغير المناخي ومصر النهاردة لها رؤية برضو عانت من هذا الوضع في ارتفاع منصوب البحار وأنها عملت صرفت مليارات على حماية الشواطئ المصرية وعلى حماية البيئة المصرية ففي رؤية من مصر سوف تقدم ممثلة للأثار الجانبية التي لحقت بها والدول الأتراكية وكيفية تجنب هذا لأن الأربع موضوع المهمة جداً بنتكلم عنهم اللي هو تأثير تغير المناخ على منصوب ارتفاع المياه وتأثيره على الشواطئ وحماية المدن وده بيكلف مصر مليارات من الدولارات لحماية المدن الساحلية اللي بتصرف فيها مصر ومع أن مصر لم تشارك في هذا السبب ولم تكون لها دور نيجاتيب بل بالعكس النهاردة بتعرض مدينة الشرم الشيخ أنها تكون المدينة الخضراء تكون جيد للدول الصناعية أنها تبدأ نحول بدل الاعتمد على الوقود الحفوري أن النهاردة بنعتمد على الطاقة المتجددة ومصر دخلت في موضوع الهيدروجين الأخضر كمان النهاردة في مجال الصناعة وهناك توجيهات من الدولة المصرية أن تتحول شرم الشيخ لمدينة خضراء بصدافتها لقمة كوب 27 في شهر نوفمبر المقبل أشكرك شكرا جزيلا لدكتور عمر زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار عادت إلى أرض الوطن قادمة من بولندا تائرتا شركة إير كايرو على متنهما الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الطلبة الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة هذا وأفادت سفارة مصر في بوداباست بأنه تم تقرير إرسال طائرتين يوميا اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبل وذلك لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم لقاء عبر تطبيق زوم مع عدد من الممثل الجالية المصرية والطلب الدارسين بأوكرانيا وذلك للاطمئنان على أوضاعهم والاطلاع على آخر المستجدات وأعلنت نبيل مكرم ترحى استمارة تسجيل موحدة لطلاب الدارسين في أوكرانيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب والمقيمين في محافظات مختلفة كما أوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأن الاستمارة تضم كافة تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والمدينة التي يقيم فيها في أوكرانيا وكذلك تسجيل ما إنه كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا مشيرة إلى أهمية سرعة استفائها لجميع الدارسين في أوكرانيا والاهتمام بدقة البيانات التي سيتم إدخالها في الاستمارة والآن نتابع كلمة لرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجدد أوراديكاليين وما إلى آخره وما إلى ذلك إذن على سبيل مثال الذين في روسيا الناس يعقدون بكل إحرية أسأل بالتعبير عن موقفهم من إجراءات والتدبيع التي خصصتها السلطات الروسية لكن في أوكرانيا الناس الذين يعبرون عن نفس الأفكار هذه التي يعبر عنها الطبقة الليبريلية في روسيا يلقون القبض على مثل هؤلاء الناس ويطلقون النار عليهم لدينا جزء من المثقفين الليبريليين الذين هم يحتاجون لذلك لكن هناك في أوكرانيا أي واحد يتحدث عن بحق روسيا يلقين القبض عليه ويطلقون الرصاص ويعدمونهم برصاص فيما يتعلق بالأحكام العرفية فكما قلت يتم الإعلان عنها حالة نشوب عدوان وأتمنى أن لا يحدث ذلك بغض النظري عن بعض التصريحات وبعض الدوار الغربية نعم سمعنا التصريحات حول ضرورة فرض الحظر الجوي حول أراد أوكرانيا هذا الأمر مستحيل حقيقة هذا الأمر مستحيل في أراد أوكرانيا فقط من قبل الدول المجاورة يمكن أن يحدث هذا الأمر أي تحرك في هذا الاتجاه سوف ننظر إليه كمشاركة في عمل عسكري من قبل دولة سوف تهدد طائراتنا وعسكرينا وسوف ننظر إليهم كأعداء بغض النظر عن عضواتهم في منظمات دولية أو تحالفات دولية فلذلك أتمنى أنهم يدركوا هذا الأمر ولن تصل الأمور لهذا المستوى في هذه العملية العسكرية الخاصة التي تجري حاليا في أوكرانيا لا يشارك إلا العسكريين المحترفين من الضباط ومن العسكريين المتعاقدين لا يوجد هناك أي عسكريين مجنبين من الخدمات الإنزامية لا يشارك في هذه العمليات إلا الذين قاموا بخياري بهذا الخيار واتخذوا هذا الخيار الباسل وهو الدفاع عن الوطن ويؤدون هذا الواجب بكل رجولة وبسالة وهذا الأمر أيضا يتعلق بمن يتم استدعائه لدورات تدريبية لا نخطط للقيام بذلك نعم بالطبع سوف يتم تنظيم دورات تدريبية للعسكريين ولكن ليس من أجل إرسالهم للمشاركة في النزاع في أوكرانيا أو في العملية العسكرية التي تجري في أوكرانيا بل لدينا ما يكفي من قوة ومن وسائل لاستخدام الجيش المحترف في هذه العملية فيما يتعلق بسير العملية نفسها فيمكنني أن أقول أن هناك أحاديث كثيرة القل والقال حول ما يحدث لكن جميع المحلليين يرون أن ما يجري يحدث بهذا الشكل لذا لن أكشف لكم سيفا أقول أنه كان بوسعنا أن نتصاب بصورة مختلفة وهذا جزء من الإجابة عن سؤالكم يمكننا فقط تقديم المساعدة لجمهورية دونباس في خط التماس وتعزيزها من خلال جيشنا لكن في هذه الحالة من الجانب المعادي الذي يحصل على دعم لنهائي من قبل الغرب والذي نرى أن هذا الدعم بالزخائر يستمر دعم بالزخائر والمعدات والإمدادات فهيئة الأركان العامة وبزارة الدفاع استخدموا أو اتخذوا بقران مختلفا من خلال تدمير البنية التحتية العسكرية ومستودعات الزخائر والأسلحة والمعدات والطيران الحربي ومنظومات الدفاع الجوي فاستعادت أو إعادة جهزية منظومة الدفاع الجوي وتدميرها يحتاج إلى بعض الوقت وحاليا هذا العمل يشك انتهاءه ومن هنا يأتي المطلب الخاص بحضر الطيران وهذا المطلب مرتبط بتهديدات كثيرة فيما تعلق بالطيران المدري فلذلك نحن نسير في هذا الاتجاه الذي تحدثت عنه وهو طريق صائب وبالإسرائي يعمل عسكريون من أجل ضمان أمن المواطنين المسالمين ولكن للأسف هؤلاء الإرهابيين والنازيين الجدد لا يرحمون الناس بل يعدمون حتى الأفراد من عسكريهم والعسكريين في قواتهم الذين يرفضون القتال يطلقون رصاص على جنودهم أنفسهم على الجنود الأوكرانيين وفي كل وحدة عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية يوجد عدة عشرات من النازيين الذين يستخدمون هذه الأساليب القاسية أي يعدمون العسكريين الأوكرانيين لكن كما قلت لن نستخدم المجندين في أثناء تنفيذ هذه العمليات العسكرية الخاصة وننطلق من أن جيشنا سينفذ كافة الواجبات والمهام المسندة إليه لا أشك في ذلك ولا لثانية واحدة وهو ما يؤكده سيء العمليات حتى الآن التي تسير وفقا للجدول الزمني الذي وضع لها والذي وضعته هيئة الأوكران العامة أما فيما يتعلق بالمتطوعين والشباب الذين يتوجهون إلى نقاط التعبئة العسكرية نشكرهم على حماسهم ووطنيتهم وسعيهم لتقديم الدعم لبلادهم ولكن حتى هذه الحقيقة أنهم يأتون ويتطوعون كثيرا لكننا لا نحتاج حاليا إلى مساعدتهم وأنا على يقين من أننا لن نحتاج إلى مساعدتهم أقول أمام الكاميرا وأقول لهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا أيها الشباب أنهم يرون ويسرون ما أقول شكرا مرحبا سيادة الرئيس كيستينا شابسكوف لدي سؤال يقلق الكثيرين هل يتم استخدام أو يخطط الاستخدام إجراءات اجتماعية لمساعدة الأسر في هذه الحالة حالة الأزمة وكذلك أيضا فيما يتعلق بدعم أصحاب العمل وكيف يمكن أن يؤمنوا أماكن العمل ويدفعون رواتب موظفيهم أولا جميع المخصصة الاجتماعية سوف نقوم بدعمها سوف نقوم بدعمها انطلاقا من مستوى التدخل وفيما يتعلق بالأعمال أعتقد أنه في الظروف الحالية ليس هناك مخرج إلا الحل الوحيد وهو الحرية الاقتصادية الكاملة للناس الذين يزاولون أعمالهم فبهذا الصدد اتخذنا بعض التدابير والقرارات التي من شأنها توسعت إجابات الدعم لدهواء الأعمال والأمو يتعلق بإزالة بعض القيود المفروضة على الأعمال وكذلك أيضا تحرير أو لنقل تسهيل وتيسير بعض القوانين المرتبطة بالمعاقبة الجنائية فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية وخاصة إذا تم التعويض عن الخسائر وفيما يتعلق بالإجارة الضريبية فلقد اتفقنا على أن القضايا الجنائية في هذا الملف لا يمكن فتحها إلا بناء على الوثائق التي توقعها مصلحة الدرائب تابعنا كلمة الرئيس الروسي بلادمير بوتين حيث قال الرئيس الروسي أن الجيش الأوكراني كان يقمع المدنيين في لوهانسك ودونسك وأضف أن السلطات الأوكرانية وصلت التصهيد ولم تنفذ اتفاقات منسك وأن الجيش الأوكراني كان يقمع المدنيين في لوهانسك ودونسك حيث أكد بوتين أن السلطات الأوكرانية كانت تخطط لتهديد الأمن الروسي ودع جيشها لإلقاء السلاح لفتا إلى أن سكان دونباس كانوا يطالبون فقط بالحفاظ على إرسهم الثقافية هذا وقد أكد رئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي استمرار قوات بلادي في القتال ودفاع عن أوكرانيا وشدد زلنسكي في فيديو مصور على أن القوات الأوكرانية تكبدت القوات الروسية خسائر بشرية ومادية كبيرة وأضاف أن كييف تفعل كل ما في وسعها لإنهاء الأزمة مشيرا إلى إجرائه محادثات مع نظريه الفرنسي والبولندي حول المساعدات الغربية لأوكرانيا أعلن الكريملين أن روسيا ستتخذ إجراءات الرد على حرب العصابات التي يشنها الغرب عليها وفقا لما يخدم مصالحها وأضف أنها ليست معزولة وهي أكبر من أن تفرد عليها الولايات المتحدة أو أوروبا عزلة وأكد الكريملين أنه يتعين احترم القانون المتعلق بتشويه القوات المسلحة الروسية والذي وقعه الرئيس بوتين والذي كان من الضروري بسبب الحرب الأهلمية غير المسبوقة على روسيا لفتا إلى أنه سيكون هناك رد فعل على ما أسمه بحرب العصابات الاقتصادية وعلق الكريملين على تهديد الولايات المتحدة بعقوبات على صدرات الطاقة الروسية قائلا أنه ستكون لذلك تدعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي كما ألمح إلا أن واشنطن تبقي بعض قنوات الحوار مع موسكو حتى اللحظة قال وزير الخارجية روسي سرجاي لافراف بأن الجانب الأوكراني يبحث عن زرائع لتأخير المفاوضات مع روسيا وأوضح لافراف خلال مؤتمر صحفي مشترك مناظره القرغيزي أن هناك استفزازات أوكرانية لإقحام حلف شمال الأطلنطي في المواجهة مع روسيا معربا عن تعليق الأمال على الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف موسيقى 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 وحيث محيث هذا محيث المترجم الانباسي في المترجم الانباسي مع سمجد قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيغوف إن 66224 أوكرانيا عادوا من الخارج للانضمام للقتال ضد القوات الروسية وأضاف الوزير في منشور على الإنترنت أن هذا هو عدد الرجال الذين عادوا من الخارج في هذه اللحظة للدفاع عن بلادهم أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار لسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا إحدهما مرفأ ماريو بول الاستراتيجي المحصر ويأتي ذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع بأن الجنب الروسي أعلن وقفا لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريو بول وفلونو فاخا وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد مواقع الممرات الإنسانية ونقاط الخروج بالاتفاق مع السلطات الأوكرانية من جانبه أعلن مجلس مدينة ماريو بول الأوكرانية تعليق عمليات إجلاء المدنيين مرجعا السبب لعدم تطبيق روسيا قرار وقف إطلاق النار في المدينة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن أمن أوروبا أصبح على المحك في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأكد بلينكين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره البولندي على مواصلة بلاده دعم أوكرانيا وإدانة الهجوم الروسي عليها مشيرا إلى مضاعفة واشنطن لعدد قواتها وقدراتها العسكرية في بولندا الناس في بولندا يعرفون مدى أهمية الدفاع عن الحفية وكذلك يعرف الأمريكيون هذا الأمر وسوف نتكاتف ونقف سويا كما تكاتفنا من قبل دعما لأوكرانيا وضد العدوان الروسي على أوكرانيا بصورة غير مسبوقة ودون أي استفزاز أن أوكرانيا ومنظمة أويسي منظمة الدفاع الأوروبية وكذلك أيضا بولندا تقوم بعمل لا غنى عنه لمواجهة هذه الأزمة كذلك زيادة تواجد حلف الناتو لدعم العقوبات القوية ضد أوسيا ولقد قامت بولندا بشكل كبير بتيسير المساعدات العسكرية لأوكرانيا إن اتفاق الدفاع المشترك بين بولندا والتحدي الأمريكية الآن هو أكثر قوة من أي وقت سابق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ونتحول إلى الشأن الليبي حيث أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددا عن قلقه إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا والذي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر لعام 2020 وفي هذا الإطار نشد أبو الغيط جميع الفعاليين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة تحقيقا لرغبة الناخبين الليبيين وأكد أبو الغيط استعداد الجامعة العربية دائم لدعم أي جهد الليبيينجاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية مجدولة بمدد زمنية محددة أقر مجلس الوزراء اللبناني تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجهزية المادية والبشرية واقترح مجلس الوزراء إجراءها في 31 مايو من العام 2023 على أن يحال الاقتراح إلى مجلس النواب ليتخذ القرار المناسب جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إسرى انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بقصر رئاسة بب عبدة الليلة الماضية برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشبه بأنه صاروخ بلستي تجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية وقال الجيش الكوري الجنوبي أن عملية الإطلاق جاءت من موقع بالقرب من سونان حيث يقع مطار بيونج يانج الدولية وتعد عملية الإطلاق هذه هي التاسعة هذا العام كانت آخر عملية في السابع والعشرين من فبراير عندما قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أنظمة قمر صناعي للاستطلاع قالت منظمة الأغذية وزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاوب أن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعا قياسيا في فبراير الماضي وقفزت أسعار الغذاء بنسبة 20.7% على أساس سنوي في مقدمتها أزيوت نباتية ومنتجات الألبان وبلغ مؤشر منظمة الأغذية وزراع الفاو لأسعار الغذاء الذي يتبع أو يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم ما متوسطه 140.7% في فبراير مقابل 135.4% في يناير ليساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ضرورة تبادل الرؤى وتكثيف الجهود بين برلمانات رابطة مجالس الشيوخ والشهرة والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي لتحقيق غايات شعوبها جذلك في كلمته بختام فعاليات مؤتمر الرابطة حيث أكد رئيس مجلس الشيوخ أهمية التضامن العربي الإفريقي في ظل جائحة كورونا كمحور أول مشيرا إلى أن مصر قامت بتوطين صناعة اللقاحات والدواء بهدف التصدير للأشقاء في القارة الإفريقية والدول العربية لمواجهة الجائحة كما أشار عبدالرازق إلى أن مصر كانت صباقة للانضمام لكافة الاتفاقات الأممية ذات الصلاة بحقوق المرأة ودشنت اتفاقات وبروتوكولات وقوانين وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز فضلا عن تعزيز الحقوق السياسية للمرأة هذا وقد أشاد رئيس مجلس الشيوخ باختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في دورتها السابعة والعشرين أواخر هذا العام توجه وزير العدل رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني عمر مروان إلى جناف لتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية لصليب الأحمر حول مجالات نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني أوضحت وزيرة العدل أن المذكرات تستهدف تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية للعاملين بالقطاعات المستهدفة والجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني في مصر وأعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بملاءمة القوانين الوطنية للاتفاقات الدولية المصدقية عليها هذا ومن المقرر أن تشهد الزيارة حضور وزير العدل لعدد من الفعاليات التي تنظمها البعثة الدائمة لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدوليات الأخرى في جناف وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر والتطور الذي تشهده خلال الوقت الحاضر لأول مرة في التاريخ بدأ مجلس الدولة تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاء بحيث يحضرن ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية يأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثالث من أكتوبر الماضي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة حدث استثنائي وفريد من نوعه لأول مرة في مصر 98 قاضية على منصة القضاء في أول تطبيق فعلي لجلوسهن وسط تشكيل القضاء كمفوضين للدولة ورؤساء للجلسات النهاردة أكيد يوم تاريخي بلا شك يعني أنه هو حيكتب في التاريخ أن يوم 5 مارس جلست القاضية المصرية على منصة القضاء في مجلس الدولة صحيح القاضيات المصريات صدر بتعيينهم قرار من السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي ولكن خلال الفترة من أكتوبر الماضي حتى اليوم كانوا هم بعد توزيحهم على العمل كانوا في برنامج تدريبي مكسف للتعرف على أجواء وأليات وأدوات ومهارات العمل القضائي في مجلس الدولة ويتضمن عمل القاضيات حضورهن لتشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية ورئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها وتهيئتها للمرافعة والتي عن طريقها يتحقق لهن جميع صلاحيات واقتصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة أنا أكيد أنتبني شعر بالفخر طبعا الخطوة دي خطوة كبيرة جدا وكل فخر أن أنا كنت من ضمن القاضيات العينة وحظيت بشرف أنها تعاية مؤخرا في مجلس الدولة وأكيد خطوة مهمة ومسؤولية كبيرة ولا يسعني في هذا المقام بتسوي أني أتوجه بالشكل في خامة رئيس الجمهورية على تمكين المرأة من الجلوس كقاضية في مجلس الدولة حاليا المرأة بيتم تمثلها في جميع المجالات وكمان بدعم السيد الرئيس السيسي وتوصياته دايما أن المرأة بيتكون مشاركة في جميع المجالات والمرأة أثبتت أنها جديرة بنيات تتولى جميع المناصب سواء مناصب قضائية أو غير قضائية في مصر ظهور على منصة القضاء النهاردة ده تشريف وتكليف طبعا تكليف كبير جدا جدا لينا ومسؤولية كبيرة ربنا يعيننا أننا نكون أدها وأننا إن شاء الله يعني ربنا يستخدمنا في إحقاق الحق وأنه يعني إن شاء الله يكون الموضوع مكلل بالنجاح بإذن الله الجهود بتاعتنا وهو تشريف طبعا كبير لينا من ربنا أولا ثم من معالي السيد المستشار محمد بي حسام ومن سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا القاضيات كنا قد اكتزنا دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسات بالإضافة للإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي وقضايا أخرى متنوعة كريم بيبرس التلفزيون المصري التقى سفير مصر لدى لتحد الأوروبية بدر عبد العاطي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبية ديفيد ماك أليستر تناول لقاء سبل تطوير العلاقات الخاصة بالتعاون القائم بين الجانبين المصري والأوروبي في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك كما تناول بشكل مفصل الدور الإقليمي الذي تطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار خاصة فيما تعلق بالأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط خاصة ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل وقد أشهد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بالدور الإقليمي المصري البناء في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي بالإضافة إلى جهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلبا على مؤشرات الاقتصاد المصري وبالتواصل مع البنك المركزي المصري أكد الأخير أن لجنة السياسة النقضية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متصقة مع مستهدفات معدل التضخم ويحرص البنك المركزي المصري دائما على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على التحمل الصحيح في ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019-2020 و3.3% خلال العام المالي 2020-2021 وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر فبراير الماضي جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الشرقية بكافة أجهزتها التنفيذية بحضور عدد من طلغة جامعة الزقازيق للوقوف على مدى جهزيتها واستعداداتها بما لديها من إمكانات لمجابهة المواقف الطارئة كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلاء أي مصر من طلبة الجامعات والوزرات والمدارس العسكرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة وكذلك تنظيم 12 تزيارة لطلبة الجامعات المصرية للمشاركة في معرض القاهرة الدولية للكتاب بدأت محافظة القاهرة أعمال نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لصور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكن الخيالة التي أقمتها الدولة بديلا للمناطق غير الآمنة وأكد محافظ القاهرة أن أعمال نقل سكان المنطقة تأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة بالعاصمة مشيرا إلى نقل حوالي 1650 أسرى إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم افتتح بالقاهرة معرض مصر بقت أحلى للأنشطة الطلابية والذي أقمته مدرية التربية والتعليم بالمحافظة بمشاركة جميع الإدارات التعليمية تحت إشراف التوجيه العام للمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناع إنجازات حققتها الدولة في شتى المجالات جسدتها مهارات طلاب التعليم الفني بالمعرض السنوي للمجال الصناعي مصر بقت أحلى وذلك بمجمع الملك فهد التعليمية من خلال مجسمات مختلفة للمشروعات التنموية التي نفذها طلاب المدارس بمحافظة القاهرة هذا نحن في معرض مصر بيت أحلى اللي بتنظمه مدرية التربية والتعليم القاهرة طبعا والحقيقة يعني المعرض ده بيكسد يعني أعمال الطلاب من المراحل المختلفة بجميع المشروعات القومية اللي تمت في خلال السبع سنوات الماضية ويعني جميع النجازات اللي هي أطلقها والمقدرات الأطلقها السيادة الرئيس الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية والفترة الحالية مشروع تطوير الريف المصري العاصمة الإدارية الجديدة القطار الكهربائي القضاء على العشوائيات طريق الكباش وغيرها الكثير لما تم إنجازه خلال سبع سنوات حيث ضم المعرض ما يزيد عن سبعمائة مجسم فني لثلاث وثلاثين إدارة تعليمية بمحافظة القاهرة المعرض اللي احنا فيه النهاردة معرض مدرية التربية والتعليم بالقاهرة للمجال الصناعي بضم معروضات ومشغولات تلاثة وتلاثين إدارة موجودين في محافظة القاهرة المعرض ده كلمة شكر لسيادة الرئيس على المجهودات والشغل والإنجازات اللي احنا شفناها على مدار سبع سنين المعرض بتاعنا اسمه مصر بقت أحلى وفعلا مصر بقت أحلى في ظل وجود سيادة الرئيس معانا المعرض بيشمل أعمال الطلبة طبعا برعاية المدرسينهم والقائمين عليهم فيه برضو النهاردة بيعرضوا نموذج للأهرامات برج القاهرة مصنوع من إشر الليب ودول دخلوا به موسوعة جينيس ودي حاجة مميزة وحققوا به ريكر بعالي سعيدة جدا أن أنا بشارك في المعرض الخاص بالمجال الصناعي وبقدم لوحة خشبية مصنوعة من خشب إمزي إف مصمم لها ارتفاع لتكون بارزة وكمان مضاف لها شريط لتز بتضم مجموعة من إنجازات الدولة منها البرج الأيكوني بالعاصمة الإدارية وطائرات رفال وكتار مونرال أنا مشارك بالعاصمة الإدارية الجديدة وبها قطو البرج حلم أحلامنا يتحقق في مصر بها قطو البرج في أفريقيا برج الأيكوني يصل طوله حوالي 400 متر وبها أسرع مترو في العالم مترو المنرور وبها بعض الأبناء السكنية والإدارية هو معرض فيه نمزج مسغرة لكل الإنجازات اللي حصلت خلال السبع سنين حكاية إنجازات الدولة بابتكار مهاري لطلاب في مراحل تعليمية مختلفة هنا بالمعرض الفني مصر بقت أحلى جاء في إطار تشجيع ودعم طلاب لتنمية مهاراتهم وتبني ما يقدمونه من أفكار ترصق قيم الانتماء للوطن سالي سالم التلفزيون المصري تفقد اليوم محافظ جنوب سيناء خالد فودا استعدادات مدينة طابة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذلك في الذكرى الثالثة والثذاثين لاسترداد طابة تفقد المحافظ ساحة العلم وموقع الاحتفال الليلي أمام قلعة صلاح الدين ومسجد السلام لنقل شعائر صلاة الجمعة الموافق الثامن عشر من مارس وأكد فودا على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق المشرف أمام ضيوف المحافظة بشكل عام وتم وقف الإجازات بمدينة طابة ابتداء من يوم العاشر من مارس حتى نهاية الاحتفال ورفع درجات الاستعداد بالمحافظة لاستضافة الضيوف والتجهيز لمراسم رفع العلم يوم الثامن عشر من مارس كما قام فودا بأول زيارة لقريتي رأس النقب والنقب عقب انضمامهما إلى محافظة جنوب سيناء وعقب ترسيم الحدود بين محافظتي شمال وجنوب سيناء نعمل زيارة يعني ميدانية لمدينة طابة مدينة العزيزة علينا اللي استردناها طبعا بالتحكيم الدولي وإحنا بنعديش الحدث ده أو التوقيت ده من جير ما نعمل الاحتفالية كبيرة فإحنا هنعمل العيد الثلاثة وتلاتين إن شاء الله يوم الثمنتاشر ثلاثة يوم الجمعة الثمنتاشر ثلاثة ممتد معنا للسبت التسعتاشر وممتد معنا وقبل كده من يوم الخميس بدء وشور الضيوف توصل القوافل الطبية المجانية أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي بالمجان على أهالي وادي فيران التابع لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سينة يأتي ذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجة هذا وتتضمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي وادي فيران والمناطق المجاورة بأبورديس في عدة تخصصات طبية كما تضم عيادة تنظيم أسرة ومعملة وصيدلية لصرف الدواء وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي حلقة نقاشية حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي جاء ذلك بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وقال شعيب إن محافظة مطروح تمثل تنوعا بيئيا مع ما تتمتع به من إمكانيات تنموية هائلة في كافة المجالات خاصة الإمكانات والموارد الزراعية إلا أن ذلك جعلها تقع في المنطقة الجافة حيث تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة السحلية فقط والتي تعرف بالحزام المطير هذا المؤتمر خاص بإدارة وتنمية المراعي بأراضي محافظة مطروح وكان المؤتمر متوسع فيه المكتب الإقليمي والمعظمة العربية وممثل منسق المراعي بمطروح وكان موجود معنا كل أهلنا من المربيين السروع الحيوانية ورعا وكذلك من الشعبيين والتنفيذيين والمتخصصين وكل الزملاء من وزارة الزراعة ووزارة البيئة تتوصل فعليات معرض صنع في دميات والذي يقام حتى الثاني عشر من مارس الجاري في قاعة مشاريع مصر بأرض المعرض بمدينة نصر والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتعاون مع محافظة دميات ما انتطى أقدام رواد معرض صنع في دميات حتى يتلمس تصميمات مميزة وموبيليا يتم تصنيعها من أفضل الأخشاب التي تشتهر بها مدينة دميات للأثاث ولم يعد المواطنون في حاجة للسفر من القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لشراء الأثاث من دميات وقطع مسافات طويلة فقد تعاونت وزارة التجارة والصناعة مع محافظة دميات لتنظيم معرض صنع في دميات لتسهيل الأمر على المواطنين فضلا عن عرض وتقديم أكبر قدر من المنتجات والخصومات خلال فعليات معرض صنع في دميات الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة المعرض ما شاء الله حاجات كويسة كواليتي عالي طبعا شفت بره مصر حاجات كتير كواليتي هنا عالي جدا الأسعار لحد ما كويسة التنظيم رائع سمعنا في الراديو أن فيه معرض في الأرض المعارض فقلنا أنه يجي نتفرج فشفنا فيه قود أطفال حلوة عجابتنا فإن شاء الله بإذن الله هنشيل قطين وأعجبنا صالون هنشيله وبرضا شايفين فيه أنطري حلوة كده الكواليتي حلوة قوي أسعار جميلة جدا عن بره إحنا لفينا مدينة نصر كلها معارض في أماكن كتيرة ومحلات بصراحة ما لقناش الأسعار هنا زي هنا وزي الخمات وفي نفس الوقت تجمع المصانع أو الصناعية اللي في دميات كلها هنا عاملة شغل كويس قوي وفيه منافسة حلوة يضم المعرض الكثير من قطع الموبيلية التي تتنوع بين غرف النوم والأطفال والأنتريهات والسفرة ما يعطي الفرصة للزوار لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجود أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة حيث يقدم المعرض مجموعة متميزة من الموبيلية والأثاث لما يزيد على حوالي 62 مصنعا وعارضة للأثاث من دمياط والذي يتنوع بين الكلاسيك والموديرن إحنا جايين هنا في المعرض طبع جهاز تنمية المشروعات اللي هو تحت مزلت رئيسة الوزراء وإحنا بنشكرهم على تنظيم المعرض دوا لنا وإحنا برضو بنرد الجيميل اللي هو ما بعمله لنا إن إحنا جايبين أعلى موبيلية عندنا بأقل الأسعار بالنسبة للأسعار داخلين ما خفاضين الأسعار النازلين برضو من نظمة خصومات جامدة وطبعا بالنسبة للإقبال الإقبال النهاردة أمبارح لأنه طبعا لسا المعرض مبتدئ مبارح فالإقبال ما كانش فيه إقبال فالنهاردة الحمد لله فيه إقبال المعرض يفتح أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر حتى الثاني عشر من مارس الحالي إذ يقدم أثاثا بأسعار تنافسية وجودة عالية لتلبية احتياجات المستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني متميز وصلنا لنهاية نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز عنوينها الرئيس السيسي وجهه بتوفير كافة الموارد المالية لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى لاستضافة مؤتمر قمة المناخ كوب 27 تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وصول الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا عبر بولندا إلى أرض الوطن زال نسكي يؤكد مواصلة القتال دفاعا عن البلاد والدفاع الروسي تعلن وقفا لإطلاق نار لإجلاء المدنيين شرق أوكرانيا نهاية نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سليمين